موسيقى 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 نشأت ابندي خيطان تدربت سنتين مراحل السنية اللي هو تحت 17 سنة منتخب الكويت حققنا كأس الأمم اللي هي بطولة دولية اللي تقام في السويد بارتلي بطولة بارتلي البطولة العربية بالمملكة العربية السعودية بالدمام حصلنا على المركز الثاني للناشئين هذه أعتقد أهم محطات مراحل السنية موسيقى المنافسات المحلية حققنا طبعا على أقوى منافسة اللي نحن نتكلم على الفريق الأول لنادي فاحيل حققنا الكاس المركزي الأول مع نادي فاحيل طبعا كان أول مرة يحقق نادي فاحيل بطولة بالدرجة الأولى اللي هو السنة هذي اللي هي 1995 حققنا الكاس وكان من الإنجاز يعني الصراحة والفرحة اللي ما مرت علي أنا من قبل لأن لعبنا سنوات كبيرة وبعدين إياه الحصاد بالنسبة حق نادي فاحيل ومن بعد البطولة هذي نادي فاحيل استمر سنوات هو رقم واحد المركز الأول من بعد البطولة هذي اللي هي 1995 هذا على المحلي كلاعب على المحلي كمدرب أنا دربت الأندية اللي هي نادي الفاحيل نادي الكويت نادي الفاحيل حققت معاه مساعد مدرب حققنا المركز الأول وحققت ودربت طبعا مراحل السنية نادي الفاحيل اللي هو تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 وكنت مساعد مدرب حق الفريض الأول أليكزندر وحققنا طبعا البطولة هذي الكاس بالنسبة حق الإنجازات المحلية وأنا كمدرب حققت مع نادي الكويت بطولة بعد فاحيل انتقلت حق نادي الكويت وحققت بطولة المرحوم العم جاسم الخرافي والمركز الأول مع نادي الكويت كمدرب كمساعد مدرب وكمدرب للحراس وعلى المركز الأول نادي الشباب انتقلت حق نادي الشباب حققت المركز الثاني بالكاس مع نادي الشباب أعتقد كان بالنسبة لي إنجاز يوم رحت نادي الشباب وحققت معهم المركز الثاني المدالية الفضية الحمد لله وطبعا الإنجاز رابع دوري كذلك بنفس الموسم ثاني الكاس ورابع الدوري انتقلت حق نادي القرين حققت معهم المركز الثاني ثاني الكاس وثالث دوري كنت مساعد مدرب حق كبت محمد عبد المعطي وطبعا كنت مدرب تحت ثمنتعش ودربت تحت ستعش وأنا مدرب حق الحراس كل المراحل طبعا نادي القرين هذه أعتقد الإنجازات اللي أنا حققتها كمدرب أو كلاعب على المستوى المحلي إنجازات كثيرة يعني صراحة اعتزز فيها أول شي بطولة الكاس الكاس اللي هي كاس الاتحاد اللي هي هذه المركز الأول ومعناها دفحيل أنا طبعا 1987 حصلت على من أفضل ست حراس كاس العالم للشباب يوغزلافيا كذلك 1989 من أميز الحراس ولكن ما صنفوني نفس بس مميز 89 فرنسا كاس العالم 94 طبعا أفضل حارس بالكويت سنة 1990 بال94 أفضل حارس طبعا بطولة سرديكة الدولية أفضل حارس وكرمون بطولة سرديكة الدولية أفضل حارس هذه الإنجازات اللي صراحة أعتز فيها أعتز بالبطولة الصداقة والسلام حققنا المركز الأول وقيمة بالكويت أعتز بطولة كاس العرب اللي صارت في سوريا 1988 أعتز بالبطولة اللي هي كاس العرب 92 كذلك حصلنا على المركز الأول أعتقد شاركنا بأولمبياد آسيا 1986 كوريا الجنوبية سيول أحب يوم شاركنا بأتلانتا 1996 كانت هذه آخر شيء أولمبياد أتلانتا اللي هي بأمريكا 1996 كانت آخر شيء يعني بالنسبة لي وبعدين تعورت ووقفت الكرة بسنة طبعا 1994 اللي حققت في أفضل حارس بطولة سرديكا الدولية بلغاريا أثنى عليه طبعا الاتحاد الله يجزاهم خير الأخوان ناصر صالح وبدر ذياب وحمد العجيان وجاسم ذياب والأخ عبدالواحد خليل نهار العصفور الشيخ أحمد فهد المبارك الشيخ طلال كلهم يعني كانت مباراة كارموني بين القيمين فكانت يعني كانت بالنسبة لي أفضل مرحلة فالنادي أصر أن أنا لاعب هالفترة النادي أصر أني أنا أكون مساعد مدرب مع المدرب أليكزندر ليغوزلافي بنفس السنة هذه اللي حققت فيها الانجاز هذا فاجبروني أني أكون مساعد مدرب مع أليكزندر مدرب نمال النادي فأنا ألعب هنا تحولت إلى مساعد مدرب أنا ألعب وأنا أدرب هذه كانت بداية الانطلاقة إلى التدريب مستوى المنافسة أعتقد حاليا جيد السنة هذه لدي عنا يعني عالفين واثنين وعشرين مستوى جيد ولكن أعتقد إحنا نحتاج أكثر يعني إحنا نحتاج نطور نطور بالمراحل السنية بال طبعا المراحل السنية من 12 سنة 14 سنة 16 و 17 حتى يعني نوصل فوق حق الفريق الأول بمستوى يليق بكرة اليد و وطبعا هذه كلها راح تصب بالنهاية بالنتائج بالسابق كان فيه اعتقد رعاة حق النشء اللي تحت ناس ترعاهم ناس توصلهم لمرحلة مرحلة معينة وبعدين يوصل حق المنتخب الأول وهو بسن يعني ما يطوف العشرين بالسابق حاليا إحنا نحتاج الاهتمام بالمراحل اللي تحت أعتقد السنية ونبدي بالأندية قبل المنتخبات أنا للأمانة يعني أبا أتكلم الأندية قل الجهدها بالفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة الأندية يعني لازم إحنا نحتم بالقاعدة بالقاعدة أساس بالنهاية يصير عندنا فريق حديدي قوي فوق ولكن إذا أنت ما تبني من الأساس تحت ما راح يصير عندك فريق بالنهاية قوي ولكن إنت اهتم بالأساس إدعم الأساس ديك الساعة راح تلقى شيء ينافس على البطولات العالمية ويرفع علم الكويت بالمحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر